التصويت بالأغلبية وافق على المجلس النواب على التعديل الفكرة النهاردة انه كان فيه جزء من اللخبطة هل التصويت يبقى برفع الايدي ولا تصويت الكتروني ولا تصويت بالوقوف ولا تصويت بكذا حصل بعض الهرج والمرق كده لا اطنر حضراتكم هذا المشهد بالفيديو من جلسة مجلس النواب بصوا لحظات التصويت وانجعتني اشتركوا في القناة زي ما انت شفتوا الاول بعض الناس رفعت ايديها وكذا بعد الدكتور علي عبدالعال عشان يحسم القصة قال لهم الموافقون على التعديل الوزاري يتفضلون بالوقوف فقام غالبية النواب بس هو الغريب ودي برضو حاجة وضع انها في فطرتنا في غريزتنا المصرية لما وقفوا معظم النواب وابتضح ان الغالبية هي الوقفة فبالتالي هي الغالبية هي الموافقة الناس اقفت الناس اقفت لا معلش انت عم تعملها بالصوت يا ضيا اه بصوا بالوقت اهو اه ما هو وقفوا اهو وبعدين قال لك بص هنا بقى السؤال انتو بتسقفوا علي ايه يعني هنا هنا الفكرة بقولك والله انه واضح ان فكرة التسقيف دي فكرة التسقيف دي فكرة غريزية عند المواطن المصري وطبعا دفولت يعني بلتقين في النائب المصري بنسقف ليه يعني دي ما فيهاش مثلا خبر عن انه هنفتح مشروع جديد ان مصر انتصرت في حرب كذا او بشعب كذا فطبيعي ان احنا نسقف على شيء انجاز لكن في النهاية احنا لسا معملاش انجاز ده تعديل وزاري واسماء زي ما قلت لحضراتكم منبارح اسماء بنا تمنى بنا تمنى انه يصادفها التوفيق باذن الله واتحقق شيء لمصر انا بقولي الكلام ده مش يعني ممكن حد يقولي تمنى انت جايب في الهيفة وتتصدر فانا في رأيي انه توافه الامور توافه الامور التي قد يعتقد بعض الناس انها هيفة انا في رأيي انها اللي بتبني الشخصية المصرية بتبني الشخصية المصرية سواء شخصية المواطن او شخصية الناخب او شخصية النائب او شخصية الوزير او شخصية الرئيس ما كلنا في النهاية مواطنين مصريين فأنا نفسي فكرة التسقيف دي ما تحصلش إلا عندما يستحق التصفيق يعني أنا بتفرج على برلمانات العالم قولي القوي قوي 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 يمكن نادرا لما بشوفه البرلمان بيسقف على حاجة إحنا عندنا مع كامل التقدير لسات الرئيس أو رئيس الوزر أي مسؤول واقف بيتكلم قدام أي ناس لازم يبقى في القاعدة 15-16 مرة تسفيق تسموه إيه ده ليه يعني هل ده دليل على إيه دليل على المحبة دليل على المودة دليل على التقدير دليل على النفاق دليل على إيه يعني منسقف لإيه خلاص إحنا عملنا دورنا الموافقة على الكذا يقوم موافقة شكرا جزيلا إحنا بنحب الحكاة دي يا موجودة أقول لكم فيه أدبياتنا وسلوكياتنا لكن يا رب يكون التسفيق ده مشرد خير وإن الوزراء الجديد الجد الدول بجد يحدثوا حالة من التغيير الشامل في أداء الحكومة ويلاقوا الرضا العام من الشارع وهو ده الأهم الأهم